مجموعة V وللتذكير هذا يعني أن متجهات المجموعة V هي امتداد المجموعة V وهي مستقلة خطيا تستطيع رؤية أن هناك مجموعة ذات حد أدنى من المتجهات في المجموعة RN والتي هي امتداد المجموعة V ولو طرحت سؤالا هنا كما يلي ما هو بعد المجموعة V؟ إنه عدد المتجهات الموجودة في قاعدة الفضاء الجزئي يوجد متجه اثنان نقوم بالعد وصولا إلى العدد K من المتجهات دعنا نفكر الآن في إمكانية تحديد بعد الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V ولفعل ذلك دعنا نقوم بإنشاء مصفة تكون متجهات الأعمدة الخاصة بها هي متجهات القاعدة ننشر مصفة A ونفترض أنها تبدو بهذا الشكل العمود الأول هو V1 هذا هو متجه القاعدة الأول V2 هو المتجه الثاني ونستمر وصولا إلى VK وللتأكد من أننا نتذكر الأبعاد يوجد العدد K من هذه المتجهات وبالتالي سيكون لدينا العدد K من الأعمدة كم عدد الصفوف التي سنحصل عليها؟ حسنا بما أن الصفوف هي عنصر في RN ستمتلك العدد N من القيم في كل من هذه المتجهات وسيكون هناك العدد N من الصفوف والعدد K من الأعمدة إنها مصفة N في K الآن ما الطريقة الأخرى للتعبير عن الفضاء الجزئي V؟ حسنا المجموعة V ممتدة بمتجهات القاعدة هذه التي هي هذه الأعمدة لذلك بالحديث عن الامتداد دعنا يقوم بكتابة هذا المجموعة V تساوي امتداد هذه العناصر أي V1 وV2 وصولا إلى VK وهذا نفسه هو فراغ العمود للمصفة A أليس كذلك؟ هذه هي متجهات العمود ويساوي امتدادها فراغ العمود للمصفة A لقد قلت قبل قليل أننا نريد ربط هذا بالفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V حسنا ما هو الفراغ الاتجاهي المقابل لفراغ العمود للمصفة A؟ يمكنك الإشارة للفراغ الاتجاهي المقابل لفراغ العمود للمصفة A كما وضحت في مقطع فيديو أو ثلاثة سابقة بالفضاء الفراغي لمنقولة المصفة A أو بطريقة أخرى يمكنك تسميته بالفضاء الفراغي المنقول للمصوفة A وهذا يكافئ الفراغ الاتجاهي المقابل لفراغ العمود لمصوفة A وبما أن هذا الجزء هو نفس الشيء كالمجموعة V حيث أن الفراغ الاتجاهي المقابل له هو نفسه الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V لذلك إذا أردنا تحديد الفراغ الاتجاهي المقابل أو تحديد بعد الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V نحتاج فقط لتحديد بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A أو الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A دعني أدون ذلك يجعلك هذا معقود اللسان أحيانا بعد الفراغي للترجاهي المقابل للمجموعة V سيكون مساويا لبعد منقولة المصوف A أو بطريقة أخرى أنا آسف ليس فقط بعد منقولة المصوفة A بل بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A وإذا كانت ذاكرتك جيدة هذا هو بعد الفضاء الفراغي لمنصوفة A إنه بعد الفضاء الفراغي الخاص بمنقولة المصوفة A يسمى بعد الفضاء الفراغي لمنصوفة بالحيز الفراغي بينما يسمى بعد فراغ العمود بالرتبة دعنا نرى الآن ما الذي نستطيع فعله دعنا ننشئ منقولة المنصوفة A يمكنك تخيل منقولة المنصوفة A للحظة وسوف أقوم برسمها هنا ستكون منصوفة K في N وتبدأ بهذا الشكل ستتحول هذه الأعمدة إلى الصفوف وسيصبح هذا منقول V1 ومنقول V2 وصلنا إلى منقول العدد VK من المنتجهات أصبحت هذه المنتجهات جميعها الآن متجهة الصف نعرف شيئا واحدا وهو علاقة واحدة بين الرتبة وبين بعد الفضاء الفراغي لأي مصوفة نعلم أنها تساوي عدد الأعمدة نعلم أن رتبة منقولة المصوفة A مضافا إليها بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A تساوي عدد أعمدة منقولة المصوفة A يوجد العدد N من الأعمدة يحتوي كل منها على العدد N من القيم وبالتالي تساوي N لقد شاهدنا هذا قبل قليل وإذا أردت تذكيرا بمصدر ذلك إذا قمت بكتابة منقولة المصوفة A كمجموعة ممتجهات العمود أو دعنا نستخدم ممتجها آخر بـ مثلا حيث أود تذكيرك كيف أصبح هذا منطقيا إذا افترضنا وجود المتجه B الذي يحتوي على مجموعة من المتجهات العمود مثل B1 و B2 وصلا إلى BN وقمت بوضعه على شكل صفي مصغر فستحصل على بعض الأعمدة المحورية وبعض الأعمدة اللامحورية دعنا نفترض أن هذا عمودا محوريا تجد القيمة 1 ومجموعة من الأسفار دعنا نكتب بعض هذه القيم وسيكون ذلك صفرا تجد القيمة 1 في الأسفل وما يتبقى هو عمود لا محوري لقد وضحت في مقطع الفيديو السابق أن قاعدة فراغ العمود هي عدد الأعمدة المحورية الموجودة لذلك هذه أعمدة محورية وتقوم منتجهات العمود المشابهة بتكوين قاعدة لفراغ العمود لقد عرضت ذلك في مقطع الفيديو السابق وبالتالي إذا أردت معرفة بعد فراغ العمود يجب القيم بعد هذه العناصر في حسب حسنا في حارة المصوفة B رتبة المصوفة تساوي عدد الأعمدة المحورية الموجودة قمنا بتعريف بعد الفضاء الفراغي وحل مسائل عديدة حل المصفوفات حيث أوجدنا الفضاء الفراغي للمصفوفات وفي كل مرة كان البعد واضحا وقمت في الحقيقة بعرض البرهان على أنه عدد الأعمدة الحرة الموجودة أو الأعمدة اللامحورية لذلك إذا كانت جميع الأعمدة الموجودة محورية ولم يكن أي منها يحتوي على متغيرات حرة أو مرتبط بمتغيرات حرة سيكون الفضاء الفراغي بلا جدوى أي سيحتوي على المتجه صفر ولكن كلما زاد عدد المتغيرات الحرة ازدادت أبعاد الفضاء الفراغي وبالتالي ترتبط الأعمدة الحرة مع الفضاء الفراغي وتقوم بتكوين قاعدة له وبسبب ذلك قاعدة متجهات الفضاء الفراغي مضافا إليها قاعدة فراغ العمود تساوي مجموعة الأعمدة الموجودة لقد وضحت ذلك في السابق ولكن من الجيد القيام دائما بتذكير أنفسنا بمصادر الأشياء لقد كان هذا جزء مما قمنا به وقد فعلت ذلك مع متجه منفصل بي فقط لتذكير أنفسنا بمصادر هذا الجزء لقد أوضحت لكم في مقطع الفيديو السابق أن رتبة منقولة المصوفة A هي نفسها رتبة المصوفة A وهذا يساوي هذا الجزء هنا إنه نفس الشيء كرتبة المصوفة A لقد أردت ذلك في فيديو سابق عند القيام بنقل مصوفة لا يتغير ترتيبها أو لا يتغير بعد فراغ العمود فيها لذلك يمكننا إعادة كتابة هذه العبارة هنا رتبة المصوفة A مضافا إليها بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A يساوي N ورتبة المصوفة A هي نفسها بعد فراغ العمود للمصوفة ويكون بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A هو نفسه بعد الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A ويساوي ذلك N الآن ما هو فراغ العمود للمصوفة A فراغ العمود للمصوفة A هو امتداد هذه المتجهات التي كانت قاعدة المجموعة V وبالتالي هذا نفس الشيء كبعد المجموعة V فراغ العمود للمصوفة A هو نفسه بعد الفضاء الجزئي للمجموعة V الذي بدأت به هذا الفيديو وما هو الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A لقد شاهدناه سابقا أنه الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V لذا يمكننا كتابة هذا الفضاء الفراغي لمنقولة المصوفة A مضافا إليه بعد الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V يساوي N هذه هي النتيجة التي أردناها إذا كانت المجموعة V فضاء جزئي للمجموعة R وكانت N بنفس القيمة فإن بعد المجموعة V مضافا إليه بعد الفراغ الاتجاهي المقابل سيساوي N ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر